اشتركوا في القناة محافظ تاعز الاسبق على صفحته بالفيس ردود افعال واسعة حيث اكد رئيس فرع التنظيم الوحدوي الناصري في تاعز عادل العقيبي ان خطاب المعمري متطابق الى حد كبير مع خطابات الحوثيين في تحديد الاهداف والاعداء لتاعز من جانبه استهجن بيان دوائر المؤتمر بالحجرية الخطاب المناطقية الذي تبناه المنشور محملا للمعمري مسؤولية تداعيته على ابناء تاعز والحجرية خصوصا داعيا الى توحيد جبهة اليمنيين ضد الكهنوت الحوثي وقال مراقبون ان تروج خطاب المعمري من قبل وكالة فارس وقناة العالم الايرانيتين بالاضافة لقناة الجزيرة التي افردت له الجزء الاكبر من حصادها وقنوات تمث من تركيا لا دليل على ان تحالفا ثلاثيا يجمع بين ايران وقطر وتركيا من مصلحته رعاية مثل هذه الخطابات لفرض واقع جديد على تاعز من شأنه عرقلة مسار معركة القوات المشتركة ضد الحوثيين في الساحل الغربي وحلف الامور عن مسارها المتفق عليه مع تحالف دعم الشرعية نفذت القوات الحكومية كميلا محكما لعناصر حوثية في جبهة البرش شرق الحزم واسرت بمجبه سرية كاملة بعددها وعتادها دون اية مواجهات ومن جانب اخر احرزت القوات هناك تقدما جديدا نحو منطقتين القشع والخصف قدر بعشرين كم بعد هجوم مباغت على الميليشيا مسنودا باثنتين عشرة غارة للتحالف ما اسفر عن مقتل واصابة عشرات الحوثيين واسر سبعة عشر اخرين فضلا عن تدمير مدرعات وثلاثة اطقم بمن عليها احبط الجيش اليمني بمنطقة الوضيع في محافظة ابيان هجوم المسلح انه تنظيم القاعدة الارهابي على احدى النقاط الاملية وتواصل قوات الجيش مطاردة عناصر التنظيم التي لاذت بالفرار باتجاه منطقة البطان شرق الوضيع احتجزت ميليشيا الحوثي الكهنوتية مئة الصيادين في مدرية الصليف شمال محافظة الحديدة بذريعة الحجر الصحي وتطبيق اجراءات احترازية من وباء كورونا وفي مدرية حيس جنوب الحديدة تواصل الميليشيا لليوم الثالث على التوالي احتجاز عشرات العائلات القادمة من مدرية الساحل في نقطة تفتيش بمنطقة ضمي جنوب المدرية حجرت السلطات الصحية في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة اول حالة اجتباه بفيروس كورونا حاولت دخول اليمن لوافد باكستاني عبر منفذ عمان المحاذي يعمل سائقا لشاحنة نقل للبضائع وقالت دارة الصحة والسكان بمحافظة المهرة في بيان لمدرها عوض مبارك انها منعت دخول المشتبه بحمل الوباء وحجره صحيا بالمنفذ مع شاحنته بعد تعقيمهما وابعادهما الى مكان لم تحدده بعد بسبب رفض السلطات العمانية عودة المشتبه الى اراضيها مع التوجيه بفحص كل الذين تعامل معهم غير ان البيان لم يحدد نتيجة اصابتهم بالفيروس من عدمها اعزاء المشاهدين انقلكم الى اهم ما تدونته وسائل التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شنت صحيفة سعودية الرسمية هجوما على حزب الاصلاح في ظل الانهيار المتواصل في مارب وتطورات عدن وتعز وتحدثت صحيفة الوطن عن نجاح المخابرات التركية والقطرية في التقريب بين الاصلاح والحثيين مستشهدة بندوة نظمها الاصلاح برعاية تركية قطرية في اسطنبول بعنوان يمن ما بعد الحرب رؤية استشرافية مشيرة الى ان مخرجات الندوة تضمنت بنودا تركز اهتمام الحزب على مواجهة السعودية واشرت الصحيفة الى ان قادة الاصلاح اتهم الشرعية بالخيانة وتسليم اليمن للاحتلال السعودي الاماراتي كما نشرت تصريحات لمسؤولين في حكومة هذه تتهم الاخوان بالتنسيق مع الحثيين انتهت النشر من قناة الجمهورية في امان الله اشتركوا في القناة